اشتركوا في القناة ما بعد المدولة نستنى شوط تاني متوقع يكون فيه فرق كتير جدا في مستوى منتخب مصري اراهن على مستوى اليقى البدنية عندنا اراهن كمان على بعض التغييرات اللي ممكن تعيد المنتخب للحياة يعني المنتخب الحياة كان غاية طول الشوط الاول ومحمد شناوي هو نجم الشوط الاول بدون منازع نجح في التصدي الكرتين يعني انا في تقديل انه هم اهداف مؤكدة والعرضة والقائم تكفلوا بالكرة الثالثة لكن المنتخب مجاش مجاش يعني مفيش كل اساسيات الكرة مش موجودة لا تحرك بدون كرة لا تسليم وتسلم لا سرعة في البناء الهجمات لا خطورة على المرمى لا تسديدات بين التلات خشبات يعني بس اثناء كرة او اتنين ظهر فيهم المنتخب في شوط الاول على مدار خمسة واربين دقيقة تقدر تقول كده انه منتخب مصر ما وصلش لارض الملعب على كل احوال هنتابع مع حضراتكم وكلامنا كله في حلقة النهاردة عن تحليل مباراة مصر والاردن كل التوفيق لمنتخبنا ما نقدرش نتمنى غير كده وشوط تاني يكون افضل بكتير ومراحل من الشوط الاول اشتركوا في القناة